ترأس معالي الوزير الأولى السيد المختار لجاي أمس بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمكافحة الحرائق في الوسط الريفي والتي تجتمع دوريا لوضع خطتها العملية في موسم الأمطار وخلال اجتماع تم تقديم عرض حول حباءة المراعي من الحرائق وحول الآليات تنفيذية المتبعة في هذا المجال من طرف القطاعات المتدخلة في العملية وأكد معالي الوزير الأول خلال كلمة أمام المجتمعين أنه آن الأوان للاستفادة من حصيلة الحملات السابقة واشروع في التفكير الجديد لأرساء مقاربة جديدة تقوم على استباق الأزمات والاشتراك في حلها وتأخذ في الحسبان إسهام الفاعلين الجهويين والمحليين وتجمعات القروية في حماية المراعي من الحرائق وتحمل المسؤولية في ذلك بإدماج كافة الهيئات على المستوى الجهوي والمحلي في حماية الغطاء النباتي بشكل أكثر فعالية ويضمن انخراط السكان في العملية وفي ختام الاجتماع أصدر معالي الوزير الأول تعليماته للقطاعات المعنية بإعداد بيان حول الآليات التنفيذية للمقاربة الجديدة لحماية المراعي من الحرائق تمهيدا لتقديمها في أقرب الأجال أمام مجلس الوزراء